احمر انت بتمنعها خالص. التحذير انت حس ان في حاجة بدأت تظهر في الرياضة المصرية لسه مش بشكل كبير بس انت خايف منها. ندي كارتة احمر للناس اللي هي بتضخم النجومية. وبدى كارتة اصفر للصاحب النجومية. بدي له كارتة اصفر اللي انت تضقب عليك. فخلي بالك تدريبك اه سلوكك اه ادائك في المباريات. لان انت ده كارتة اصفر ليك. لانك انت لو مخدتش بالك الكارتة الاحمر اللي انت اللي احنا بنقول عليه هيقصر عليك وهديك انت كارتة احمر بقى. الكارتة الاخضر بقى. حالك في حاجة شايفها ايجابية حلوة. اه في الرياضة المصرية وعايزها تزيد الفترة القادمة. الكارتة الاخضر بما ان انا شغال بقى لي فترة في قطاعات النشئين. اه. حاجة جميلة قوي 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 هي رهبة اولئة الامور في ان اولادهم يلعبوا كرة عكس. زمان. زمان. زمان ده اللي كان يلعب الكرة ده واخد حتى تانية خالص. ده بقى يعني اهله مش مهتمين بيه واشواخد بقى له من دراسته. النهار ده وليه الامر هو اللي بيسعى اللي ابن يلعب كرة. فلو سمحته يعني انتهزوا فرصة هذه الظاهرة. لان احنا عندنا كنز كبير اسمه مواهب والنشئين وبراعم. ممكن نبقى في حتة تانية خالص. لكن السياسات الغلط. ادارات المسابقات اللي بتتعمل الغلط. اه فكر المدربين الغلط. فكر ادارات الاندية الغلط. اللي بيقضى على هذه المواهب. ممكن ما نستغلوش. فلو سمحتوا استغلو هذه الظاهرة. ان اوليها الامور عايزين ولادهم يلعبوا كرة. لاتقول له تمرين واتنين وثلاثة واربعة وخمسة في الاسبوع هيجبهوه لك. عكس زبان. طيب اه يعني زكريات بقى رمضان. اه اكيد اكيد اه حضرتك عصرت طبعا اه نجم اه الراحل محمود الجهري فترات اه طويلة. اكيد ليك زكريات معي وانا يعني بحس حرك الفكاه اللي انا على مجيدا يعني. اكيد ليك اه مواقف كوميدية اه او مواقف اكيد ما تنسهاش مع كابتن محمود الجهري يعني وان كان في رمضان اكيد اكتر. يعني فيه مواقف عندنا وبراه فاصلة. اه اه مع متخب مصر. ويه اه اه كابتن جهري دايما بعته اللي هو حماسي اه في المحاضرة بتاعته. كان يقعد كابتن جهري بحضر المحاضرة قبلها كويس اوي. اللعيب اقديمه وانا بقعد بقى في الاخر كده اقول له ايه اه طولت اللعيب ده نام مش عارف ايه. مهم ايه كابتن جواري ايه دايما ايه يلبس السعب بسعى شوية. وكابتن جواري بقى عايز وصل اللعيب اللي احنا تعبنا وكفي احنا ده. احنا تعبنا واضرب عالترافزة كده. مستعبة فكوكة وراح لفوتها تاني. وشقينا. ونحفال فوتها التاني. وان شاء الله ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيقف معانا. انا انا ايه انا اتشدت كده. و بعدين بصيت لقيت هاني رمز لعامل كده. وحسام عامل كده. سات ربنا ان كنا تخايفين يعني تسححوله طيب. تخايفين تسححوله طيب. يعني هو متحمس. اه. والله ارحمه في ايه. فالباب خبط كنا نطلب دايما شاي وكيك في المحاضرة يعني. فالراجل بداخل قلت الحمد لله. فمم ايه. قلت لها كابتن اللاعيبة بقى تاخد شاي وكيك. فبقول لي ايه اه اه ايه. في ايه. قلت لها كابتن ايه. في ايه القفشة اللي انت فاشتادي. قال لي ايه قلت. بتقول لي ايه ربي اصحار تلادي دي ايه. بقعدة طبعا نتعق. اولا المحاضرة كانت مجودة جدا. والحمد لله فكت بالموقف ده. وقعد بقى قولي لها ايه بقى يعني يعني طبعا يعني غزب عني وبتاع فكتبنا الحمد لله. فدي مواقف برضو من المواقف الجميلة الواحد مقدرش ينساها مواقف مضحكة يعني. بس والا. تقوسك انت بقى شخصية. انا تقوسي في رمضان اه مفيش اه اولا الحمد لله الحمد لله يعني ربنا يزيدا يعني انا باختم المصحف المرتلة ثلاثة في رمضان اه اول يوم عندي عادة انا دايما لازم اخد اولادي. وانزل اروح نجيب مخلل من المكان معين. وكل ما اقول لي يا بابون غير مكان لهم لا هنجيبه المكان ده. ونجيب الحلويات ونرجع. ده ما اجيب لوالدتي ووالد الله ارحمهم. واجيب لي برضو لحماتي برضو. واول يوم ده كان لما كان لبيت الكبير مفتوح عند والد الله وكننا دايما اول يوم نتجمع لكن دلوقتي بقى الولاد بقى وولاد واحفادي كلهم عندي. اه وبعدين بعد الفطار بقى لو في تدريبات في اه نادي بقى النادي عشان الشغل. اه انا عرف انت كمان دايما بتحب تسم في اثنين وخميس ونوافر. الحمد لله يعني اه. الحمد لله. وآآ بالليل بقى 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 اسمع ايه المسلسل الفلاني. اه. والمسلسل الفلاني. بقى باجي بس على الساعة اتنين. اتنين ونصف. يعني بلضوم لي في مسلسل او اتنين قبل 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 الصحور والفجر. اتباحهم وانام.